تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من سلبي برشلونة اللي بتيجيكم مني أنا محمد عواد بالتعاون مع برشلونة نيوز عبر قناة سلبي سبورت الأكثر تنوعا من حيث أشكال وأفكار المحتوى وعشان هيك بدعوكم تشتركوا فيها الواحد اليوم تعب علفاضي حرفيا طول المباراة قلت خليني أسجل الشرط الأول تعميلان والإنتر عشان أصور بعدها وأركز ببرشلونة مقادش عشان نكتب والواحد يكتب ملاحظة هون وملاحظة هون وملاحظة هون وبعدين علفاضي علفاضي لأنه لو أنا برشلونة بصراحة وطالع الواحد سمحمد عواد يحيي أقول لي حل عني إذا أنت مشاهد شو قاعد بصير فيه أقول أتفرج بخليكتك إنت يا عواد حل عني وفعليا يعني اللي كتبناه والله أوريكم يا هايو على الورد استنوا شوي هايو 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 كله راح عالفاضي الواحد كاتب نقاط ومتعب حال وقداش كلمة والله سبعمائة تمانمائة كلمة راحوا عالفاضي الواحد كاتب ملاحظات بعدين بيجيك فريق بضيع فرص كثير هون متقدم وبظلها نتيجة واحد سفر وما تعلبش الدرس وبعدين يعني السيناريو يحفظ عن غيب يعني كوبي بقسة مباريات بتدخل لنجلة بعمل خطأ بتعادلوا ولا كأنه أتلاتك وضيع خمس نقاط ولا كأنه شيء وفعليا خلى ريال مدريد ياخد عليه خطوة بالسباق رغم أنه كومان يوما ما أتمنى فوز ريال مدريد على أتلاتك وبالدربي عشان مصلحته لكن يبدون ها هتروح لمصلحة لعمل لي بحطرة غير كل الكلام لأني ما أتوقعش أنه بدكم يعني أشرح الفرق كيف لعب وأنه والله ديست قدم دقائق كويسة ولعب فعلا تحرر اليوم وقدم دقائق كويسة حرام خلونا نحكي عنه الزلم مدام صار لعب مباراة منيحة حسه بحب ياخد بسافت وياخد سرعت وياخد تسارعه في هاي اللعبة عبر عن نفسه بشكل ممتاز جدا لكن كل هذا حينتسل الآن بعد هذه النتيجة بس قلت يعني خلينا أخذ شوية نقاط عامة من اللقاء اليوم نحكي فيها أول شغلة طبعا شفنا تشكيلة باريس نفسها اللي سقطت أربعة واحد في ملعبها هي اللي بتبدأ اللقاء وهون دائما في تفسيرين التفسير الأول واضح جدا للجميع تفسير رياضي إنه هي فعليا أفضل تشكيلة يراها كومن بالنسبة إلي كمدرب وهي التشكيلة الآن اللي لازم تدخل اليوم تفوز على قادش وتحقق النتيجة الإيجابية علشان إنه شو يصير إنها تنافست لتكوعة دوري هذا أول يعني مسألة حسابات نقاط والفلسفة الثانية والسبب الثاني بتحلق بالثقة بالنفس التشكيلة هذه اهتزت التشكيلة هاي تم جرحة حرفيا في ملعبها أمام كاليا نينبابي فلابد بدلش ترجع تبني الثقة لأنه أنت بالنسبة إليك هدور تقريبا العمود الفقري تاعة ثلاثة أربع سنوات لقدام سواء مع كومن أو غيره بغض النظر إنه في تغييرا أو ثلاثة لازم يصيروا على التشكيل الآن لازم ترجع فيها ولازم تلاعب التشكيل ويرجع يفوز وفرصة قادش فرصة عظيمة إنك ترجع الثقة عليهم بغض النظر إنهم غلبوك بديسمبر ليش فرصة عظيمة هذا فريق مسكين آخر مبارياته يعني آخر خمس مباريات كنه خسران له أربعة وثلاثة من المباريات أو أربعة منهم ما كان ثلاثة وأربع جوار على الأقل يعني هيك نقضيها آخر فترة والفريق من الأسوأ هجوميا والأضعف دفاعيا في الدورة فرصة عظيمة لإستعادة الثقة وفرصة عظيمة لإعادة التشكيل الأساسية للثقة لكن الحصة العكس ذلك كله كل هذه الثقة إذا كانت خمسة من عشرة بعد الأربعة واحد اليوم صفت اثنين من عشرة ياخي مستخسر يعني الواحد لازم يحكي شوية شغلات في المباراة طبعا نشوفنا الفريق عما فيش في أفكار جديدة وواضحة هي هي بدري وديونغ عم بتقدموا وراهم بوسكتش أربعة ثلاثة ثلاثة جريزمان بروح اليسار أكتر وبعدين برجع يدخل على العمق نفس الشيء يعني ما في كثير تغييرات روما التغيير الأوضح كان في الشوطر الأول أنه نسبة الاستحواذ وحدة الاستحواذ كانت أعلى لمستوى أنه كنا نشوف بوسكتش متمركز على مشارف الثلاثة الأخيرة من اللقاء ودائما موجود هنا كالاستحواذ كثير ارتفع بالقادش تقريبا استسلم برشانو ندخل الكرة عدة مرات على منطقة جزاء وواحدة منهم كان عم بياخد فيها ركلة جزاء من بدري واللي بيسجلها ليونال ميسي هدف الفريق اللي المفروض بعد ذلك المباراة انتهت فرصة عديدة وحدة لدمبلي وحدة لجريزمان وحدة لميسي حتى وفرص استمرت لكن بدون تسجيل وبهفو واحدة ضع كل هذا الجهد خلونا نحكي عن النقاط العامة اللي كنت مجمحها أيضا واللي مهمة يعني بغض النظر اننا زعلانين من الزعلانين وهذا الكلام فيه شغل تقن الشغل الأولى في شي لحظتوا غريب هيك في دقيقة 14 اجت ركنية لبرشلونة وبحطونا بتشوفوا هاي الأرقام اللي 4% و15% وين الاتجاه لمحت انه 44% برشلونة بنفذ الركلة الركنية لما يكون الملعب على يعني الى هناك للجهة التانية في الشاشة لهون يعني عيسارنا وانه بنفذها 44% منها كرات قصيرة فقلت خلينا نروح نشوف والله برشلونة يا اخي يعني بحاول لتذكر له اهداف ركنيات وكذا ما بتذكر له كثير فروحت دورت في الاحصائيات ففعليا برشلونة ممكن يعني مش عارف اذا الرقم صحيح اصلا من الكرات الثابتة وكلها عبعض معادل البلانتيات جايب خمس جوان واحدة منهم مباشرة ميسي اللي شفناها قبل يومين وواحدة منهم اللي هي اعتقد تكميلة ميسي للبلانتي لانه حسب الموقع الاحصائي اللي هي ضيحها وبعدين كملها بيعتبروها هذي ايضا ضربة ثابتة فكأنه جايب ثلاث اهداف كرات ثابتة نقول توقف لهون تمام ونسبة اهدافه الكرات الثابتة من التوتال اهداف 10% بس لكن لو تروع على ريال مدريد الوضع مختلف ريال مدريد نسجل اكثر ونسبة اهدافه من الكرات الثابتة 19% وريال مدريد شفنا اخر فترة كل ما يعاني في مباراة ضربة حرار غير مباشرة جول ركنية جول او عم بفوز وماشاء الله عنه 19% مسجل اهداف واخرها يوم امس مع كاسيميرو وين العجب بهذا الموضوع روح دورت على موقع بيعطيني احصائيات الركنيات لكل الفرق هذا الموسم والمفاجأة انه برشلو هنا اكثر فريق بالدور الاسباني محصر ركنية وبالتالي هو افشل فريق بتحويل الركنيات لاهداف في الدور الاسباني لانه من اقل الفرق تسجيله يعني بياخد له تقريبا بالمتوسط 11 ركنية في المباراة الوحدة وهذا بيوريك انه في مشكلة في هذا الفريق ما زال عم بيستخف بمسألة الكرات الثابتة وهو طلع برمونتانا من روما بكرة ثابتة وتسبب خروجه امام ريفربول كرة ثابتة ومويسكين حسم المباراة بكرة ثابتة وما عم يتعلم انه والله الكرة ثابتة عم تحسن كرة القدم وانه بطلتوا فريق جوارديولا فيلعبوا زي فرق الناس وفيه شغلة ثانية لاحظناها انه لما نزل بيانيتش بدل بوسكتش بيانيتش لعب لقدامه ديان ولعبها المحور اكتر وهدي شغلة واضحة خلاص عند كومان هو مش مقامل ببيانيتش كمحور بس هنا فيه مشكلة كبيرة انه بيانيتشك ما رح يرتاح ما رح ينجح لانه مش اللعب اللي بتلعبه قدام مش اللعب اللي بيركد ومش اللعب اللي حيرجع مش هو بيانيتش يعني انا بشجع اليوفي وبعرف بيانيتش ما حينجح هناك ما حيقدر يعمل لك شيء يعني هيك اه ممكن تجي له كرة يعمل لك تبيرة حلوة يشوت لك شوتي حلوي يجيب جول بس على الموسم كامل حتعاني كثير فيه ولاعب بخبرة وسمعة بيانيتش والله انا شايف انه الصيف كويس ومقرب اذا ما بدك تلعبه في مكان هو مرتاح فيه بشكل هو مرتاح فيه بثنائية هو مرتاح فيها خليك تبدله مع لاعب ثاني احسن لك بفريق محترم ممكن يدور على لاعب وانت عندك لاعب بدكية منهم نوصل هناك حلقة سلبي برشلونة كنت معكم انا محمد عواد موجود فيسبوك تويتر انستجرام وضروري تتابعونا على قناة سلبي سبوت في اليوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله